بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسماء مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وقلت لحضراتكم من قبل بأن أسماء الله الحسنى فيها أسماء جلال وفيها أسماء جمال وفيها أسماء كمال من أسماء الله الجلالية اسم الله الملك القدوس الملك هو الذي يستغني عن جميع خلقه هو مالك الملك والملكوت الملك يحتاج إليه كل أحد ولا يحتاج هو لأحد الله الصمد الذي تبتغي جميع الخلائق منه أن يرضى الله الصمد الذي يحتاج إليه جميع الخلق الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الملك والمليك ومالك يوم الدين نقرأ في القرآن في صورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بالألف وبعض الروايات نقرأ فيها مالك يوم الدين فهو الملك والمليك وهو مالك يوم الدين إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله جل وعلا يؤتي ملكه من شاء وينزع الملك ممن شاء لا يسأل عما يفعل وجميع الخلائق يسألون ينادي يوم القيامة إذا مات جميع الخلائق وبقي جبريل وملك الموت فيقول ملك الموت اقبط يا ملك الموت فيقول ملك الموت لله جل وعلا يا رب لم يبقى إلا أنا وأنا عبدك الضعيف وأنت مالك يوم الدين فيقبض ملك الموت روح نفسه فينادي جل وعلا بنفسه على جميع خلقه ويقول لمن الملك اليوم فلا يجيب عليه أحد لمن الملك اليوم فلا يجيب عليه أحد لمن الملك اليوم فيجيب جل وعلا بنفسه على نفسه بعظمته وجلاله وجبروته وقهره وهيبته ويقول الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب الملك سبحانه وتعالى هو الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد الملك سبحانه وتعالى هو الذي يعذب من شاء ويرحم من شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وبعد الملك يأتي اسم الله القدوس والقدوس هو المنزه عن كل النقائص القدوس هو الذي لا يوصف بما يوصف به الخلق كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا شريك له سبحانه وتعالى سبوح قدوس رب الملائكة والروح ويأتي لاسمين في القرآن مقترنين يقول جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس ويأتي أيضا في صورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم فالملك من أسماء الجلال سمى الله نفسه بهذا الاسم ويكره كما علمنا النبي أن يقال لأحد من الخلق شاه شاه لأن معناها ملك الملك أو الملوك لا يقال الملك إلا للملك سبحانه وتعالى أسأله جل وعلا أن يتجلى علينا بأنوار وأصرار أسمائه الحسنى وصفاته العلا اللهم آمين وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته